إذا كانت معظم الدراسات والأبحاث ترجع ظهور أول حركة تطالب بإقرار يوم خاص للمرأة إلى بداية القرن العشرين فإن روايات عديدة تربط مصدر نشأة هذا اليوم بالعام ستة وخمسين ألف وثمانمائة عندما خرجت في نيويورك آلاف النساء العاملات في قطاع النسيج احتجاجا على ظروف عملهن اللا إنسانية ودخلهن المتدني مع بداية القرن العشرين في العام ألف وتسعمائة وسبعة تم الاحتفال بذكرى تلك الحركة الاحتجاجية في السنة الموالية في ثامن مارس عادت آلاف العاملات للتظاهر وهن يحملن قطع خبز نيابس وباقات ورود طالبت المتظاهرات بخفض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال وبمنح النساء حق التصويت عن هذا الحراك العمالي سينبثق يوم المرأة حيث أعلن الحزب الاشتراكي الأمريكي في فبراير ألف وتسعمائة وتسعة لأول مرة اليوم العالمي للمرأة العاملة في ذكرى مظاهرات عاملات النسيج وبدأ الاحتفال بأول يوم وطني للمرأة في كامل الولايات المتحدة في الثامن والعشرين من فبراير حتى ألف وتسعمائة وثلاثة عشر وتخليداً لذكرى مظاهرات الخبز والورد سيبدأ الاحتفال بيوم ثامن مارس في سنوات شهدت بداية تشكل حركة نسوية في الولايات المتحدة خاصةً مع انضمام نساء من الطبقة الوسطى إلى موجة المطالبة بالمساواة والإنصاف وستساهم هذه الحركة في تكثيف المطالبة بحقوق المرأة في أوروبا وفي العام ألف وتسعمائة وعشر وافق المندوبون في اجتماع الاشتراكية الدولية بكوبنهاغن على مبادرة تقدمت بها الناشطة الألمانية كلارا زيتكين لتخصيص يوم عالمي للمرأة وبالإضافة إلى الولايات المتحدة بدأ تخليد اليوم في العديد من البلدان الأوروبية كالنمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا وإن في تواريخ مختلفة كذلك احتفلت النساء الروسيات بأول يوم عالمي للمرأة في الأحد الأخير من فبراير عام ألف وتسعمائة وثلاثة عشر وكان ذلك عشية حملة الحرب العالمية الأولى وفي العام ألف وتسعمائة وواحد وعشرين ستجمع مختلف البلدان على اختيار الثامن من مارس موعداً لليوم العالمي للمرأة لكن الاحتفال بثامن مارس في أوروبا لن يبدأ إلا سنة ألف وتسعمائة وخمس على إثر عقاد أول مؤتمر دولي للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي أما في روسيا فتم الإعلان الثامن من مارس يوم عطلة في العام ألف وتسعمائة واثنين وعشرين وتم تبني هذا التاريخ من قبل باقي الدول الاشتراكية عام تسعة وأربعين ورغم أن معظم دول أوروبا وأمريكا التزمت على مدى عقود بتخليد يوم المرأة في ثامن مارس إلا أن الإعلان عن يوم عالمي للمرأة لن يأتي إلا في العام خمسة وسبعين تسعمائة وألف عندما أصدرت الأمم المتحدة قراراً يدعو دول العالم إلى اعتماد الثامن من مارس يوماً عالمياً للمرأة ورغم تعرض اليوم العالمي للمرأة للكثير من الانتقادات خاصة من قبل المناهدين للحركات النسائية ورغم عدم اعتراف العديد من البلدان بهذه المناسبة ومن بينها الصين يتم في باقي الدول الأخرى بمختلف القرارات الاحتفال بيوم ثامن مارس كيوم لتكريم إنجازات المرأة وللدفاع عن مطالبها بالمساواة وبالحقوق الإنسانية